منذ سنوات عن العراق من تدخلات إقليمية بشؤونه الداخلية الأمنية والسياسية أعنفها مجامع داعش متعددة الجنسية التي اخترقت الحدود من الجانب السوري والتحق بها أعداد كبيرة وبدعم مخابراتي إقليمي وغربي ولضمان عدم تكرار ذلك تتعالى للسطح دعوات لفتح أفاق تعاون في المجال الأمني الذكي مع دول الجوار وبما يتيح تبادل المعلومات وإنشاء مراكز استخبارية مشتركة يحتاج العراق أن يكون هناك تعاون وخاصة تعاون أمني لغاية اليوم نحن نؤكد إلى أن هناك تعاون استخباري بدون النشاط الأمني عن طريق الحواسيب الكترونية وعن طريق أجهزة الرصد الكفوة يحتاج إلى أن يكون العراق الذي يباع بهذا الموضوع أو يكون أما استيراد أو تعاون مع دول الجوار لغرض السيطرة وخاصة نحن نتكلم عن منافذ حدودية كثيرة تبادل المعلومات لمكافحات الإرهاب وحفظ أمن الحدود ومما يتناسب مع الواقع الحالي المعتمد فيه كليا على طرق المراقبة والبحث والكشف باستخدام الحداثة الإلكترونية بعيدا عن تجهيش الجيوش واستخدام الأسلحة الثقيلة وهو من شأنه بسط الأمن بين البلدان وتوفير أجواء أمنية تفسح المجال للتبادل الاقتصادية والتعاون في مجالات عدة تشكيل حقيقة قوة أمنية مشتركة ترعى خصوصية كل البلدان الموجودة وبالتالي تحاول هذه القوة أو تسعى هذه القوة إلى حقيقة إخراج جميع القوات الأجنبية الموجودة بالمنطقة وبالتالي تشكل قوة أمنية تحافظ على أمن منطقة الخليج هناك بوادر لهذا التحالف بذهاب الحكومة العراقية إلى فتح أفاق اقتصادية مع الأردن مع مصر مع دول الخليج فإن الممكن تعزيز هذه البوادر الاقتصادية ببوادر أمنية وفتح الحوار على المستوى الأمني والمستوى السياسي التجربة القاسية التي تعرضت لها كل من سوريا والعراق باحتلال داعش ومجامع أرهابية أخرى لمساحات شاسعة من أراضيها يحتم على الدول الجارة للعراق التعاون المشترك في المجال الأمني الذكي للوصول لحالة أمن المشترك تعزز من قيم التبادل التجاري وتنعش الاقتصاد في ظل التأزم على وقع كورونا تمتين العلاقات مع الجوار الإقليمي وعلى أصعدة مختلفة منها أمنية يفسح المجال أمام هذه الدول للتعاون الاقتصادي بشكل أوسع من خلال تأمين الحدود والمنافذ وطرق نقل السلع صباح حكيم الفرات بغداد